السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والسعادة والخير والبركة والأمن والإيمان والنصر أسأل الله جل فعلا أن يعيده علينا جميعا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت كما أضرع إلى المولى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يرحم شهداء غزة وأن يداوي جرحاهم وأسأله جل فعلا أن ينصرهم على أعدائنا وأعداء الإسلام وأعدائهم أسأل الله جل فعلا أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون كما أسأله جل فعلا أن يرزقنا زيارة بيته الحرام ومسجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما حيين في عامنا هذا وفي كل عام بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ويسرني أن يكون معي ومع حضراتكم الدعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الشحات أهلا بك أهلا سعيد سعيد يا رب عليك الله يسعد وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين بارك الله فيك كما ويسرنا أن نستضيف ولأول مرة على هذه الشاشة الطيبة المباركة فضيلة القارئ الشيخ محمود سرحان أهلا بك أهلا بك كل سلامة طيب ماذا ستقرأ لنا إن شاء الله إن شاء الله ما يتيسر إن شاء الله يعني فضل يا حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الله الرحمن الرحيم وَلَسَهُ فَيْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى صلى الله عليه وسلم وَالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَهُ فَيْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ رَبُّكَ رَبُّكَ لَمْ فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى أَلَمْ يَتِي مَنْ فَأَغْنًا 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 صدق الله العظيم وبالتالي فهو مكافأة للمسلمين على هذه العبادة وهناك أشياء كثيرة في العيد لأنه طاعة وعبادة فأشياء كثيرة على المسلمين أن يفعلوها وأعتقد أن على رأسها الشيخ محمد التكافل الاجتماعي خاصة في الظروف التي يمر بها الناس وأرى أنه سورة الضحى تجسد هذا التكافل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأول خالص يعني فيها جبر خاطر وفيها إدخال سرور وسعادة ونتحدث في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في البداية يعني بشكر حضرتك بشكر قناة الرحمة المباركة والعاملين عليها وأسأل الله عز وجل أن يديم على الخير وفي الخير لقاءنا دائما وأن يوفقنا سبحانه إلى ما إليه هدانا ثانيا كما هي العادة وعلى طريقة شيخنا الدكتور أهبغيس رحمه الله فهنتكلم عن سورة الضحى والوحدة الموضوعية زي ما حرق بتسميها أو الرابط كما هو في أصل مدرسة التفسير بالرابط إن شاء الله الرابط في سورة الضحى المدرسة الربانية المدرسة الربانية اللي حرقك تكلمت عنه دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى رب سدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانيا وتربويا ومجتمعيا ثانيا يدي التربية الله للنبي صلى الله عليه وسلم إيمانيا وتربويا وتربويا واجتماعيا فربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بحنو ورفق والضحى والليل إذا سجى ده قسم والقسم إنما هو دلائل والقسم لي جواب قسم واختيار ألفاظ القسم لها معاني فربنا لما أقسم هنا ما أقسمش بالنهار ولا أقسم بالليل ربنا في قسم كثير في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاوى والنهار إذا جلال والفج ولا ينعش وهكذا هنا ربنا أقسم بالضحى اللي هو إشراق النهار إشراق النهار وثم أقسم بعده بسكون الليل والليل إذا سجى ليدل أن الذي يخرج النهار ويشرق الشمس سبحانه جل جلاله هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهذا الإسلام أن ينتشر وأن يشرق في ظلام الكون كله الوضحى والليل إذا سجى ده قسم جواب القسم خد بالحرطة ده بقى من الجماليات بتاع سورة الضحو ما ودعك ربك وما قال جواب القسم عندي جزئين قسمين منفيين وقسمين مسبتين دول جواب قسم المنفيين ما ودعك ربك التاني وما قال وما قال قصة الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتكى أو ألم به مرض فلم يقم يومين أو ثلاثة نعم الوحي ما نزلش واختلفوا في كم يوم يومين اتناشر يوم خمستاشر يوم ابن عباس بيقولوا خمستاشر يوم ومنهم من قال أربعين يوم فشافوا النبي ما بيقومش الليل خد بالحرطة كنا إنهم عدوا الليالي التي لم يقمها النبي مش الليالي النهاردة احنا بنقول احنا قمنا كم ليلة وده أمر مهم جدا والمسلمين خارجين من رمضان لازم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل عنده قيام الليل ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمور اللي كان المشركين بيتكلموا ويأذوا النبي نفسيا سورة المزمل ربنا دلوا على العلاج فقالوا قم الليلة إلا قليلة نصفها أو انقص منه قليلة أو زد عليه وردت القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك مش هتقدر تتحمل ثقة للحياة وعبء الحياة وثقة للهموم إلا بقيامك من الليل ويجي آخر سورة المزمل اللي نزلت بعد بدايتها بحوالي سنة كما قالت أم المؤمنين عائشة ربنا يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك فدي كانت حياة النبي وحياة الصحابة فلما النبي قعد للتين ما يؤمش جاءت امرأة ويقال أنها أم جميل قالت أرجو أن يكون شيطانك قد ابتعد عنك يا محمد تقصد بشيطانك اللي هو مين سن جبريل عليه السلام اللي هو الواحي الليلة أنك ما أمتش الليل فحزن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤمن إذا انقطع عن محبوبه جل جلاله يحزن أنا عايز حرق تخيل كده أما يبقى واحد قعد تور رمضان مستمتع ومستلذ ومستشعر معية الله عز وجل في صلاة القيام والتهجد والقرآن والصدقات والإنفاق وسلة الأرحام ويجي بعد رمضان في شوال كل درح منه يتحصر طبعا فما بالك بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوحي ينقطع عنه يومين أو ثلاثة حزن النبي صلى الله عليه وسلم مزيع للنبي وبدأ يقول له أن محمد ربه قد قلاه يعني أبغضه قال يعني أبغض فربنا نزل سورة الضحة يقسم بالضحة والضحة والليل إذا سجع هدوء الليل وسكون الليل وكأن ربنا بيقسم بالكون كله بالدنيا كلها بالليلها وانهارها على إيه ما ودعك ربك ما تركك الله عز وجل لأ ده أنا هنا عايز أفو أفو يا سيد محمد فضل ما ودعك ربك يا سلام لو نستشعر هذه الكلمة ما تركك الله لما تيجي النهاردة في أزمة من الأزمات وتلاقي جايلك تليفون من أخ فاضلة أو أخت فاضلة ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه مشكلة وكذا وكذا ده أنا بفكر أنتحر لا إله إلا الله نقول لك ما ودعك ربك ما تركك الله عز وجل في مصيبة من المصائل أنت ناس الديون اللي كانت عليك وبرقعتين في ظلام الليل ربنا قضاها الله ناس ابنك اللي كان مريد ولفت على المستشفيات وبرقعتين في ظلام الليل ربنا شفاه الله نسيت همك اللي كان بيشغلك وربنا فرج عنك الهم وكشف عنك الكرب ما ودعك ربك ما أجمل أن يقال للعبد ما ودعك ربك ما تركك ربك سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت ما ودعه الله وما تركه الله سيدنا يوسف في السجن وكل دي ابتلاءات ما تركه الله بل كان تربية ليوسف عليه السلام إبراهيم عليه السلام في النار ما تركه الله عز وجل ما ودعك ربك ده والتلطف في ستن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قلا وما أبغضك كيف يبغض الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم وهو الذي اشتباه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أحبه وهو الذي عصمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ودعك ربك وما قال يبقى دول جواب قسم اثنين بالنفي ما ودعك ربك وما قال النفي اثنين النفي اثنين والإثبات اثنين وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطرت وللآخرة خير لك من الأولى ألن الآخرة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ودي تربية النبي إيمانيا إيمانيا اللي هو القرب من الله ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقذف القلب بالطمأنينة والسكينة هذه كلمات تخترق السبيل إلى قلب أي إنسان فما بالك بقلب سدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى يعني يا محمد ما ستلقاه من نعيم في الدنيا ستلقى أضعاف أضعاف هذا النعيم فين في الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطرت لسوف هنا حضرتك كنت بتقول له احنا جايين للبعيد ما هو سوف حرف والسين حرف لكن السين دائما للقرب وسوف للبعيد فالله عز وجل وعد النبي أنه سيرضيه في أمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بنقول إيه اللي كان يرضي النبي النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من رحلة الطائف والكلام ده يخلي أي مسلم يحب النبي أكتر النبي هو راجع من رحلة الطائف ودماؤه تسيل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجلس ونزل جبريل ومعه ملك الجبال ملك الجبال يقول لسدنا النبي يا محمد لو أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين أؤمرني بس يا محمد ونخلي الجبلين يكسروا عظمهم نعم فالنبي يقول له لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله الله هو دا اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم اللي يرضي النبي ربنا عاتب النبي يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اللي يرضي النبي أن هما يدخلوا في الإسلام النبي كان يتحمل مشق الدعوة ليوصل إليهم شريعة الله عز وجل ودين الله عز وجل فربنا يقول له وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى على أرض الواقع النهاردة كام واحد بيدخلوا في دين الله عز وجل سبحان الله من الغرب ومن غير الغرب كثيرون الحمد لله من غير المسلمين بشتى طوائفهم تلاقي آلاف مؤلفة بل ملايين يدخلون في دين الله عز وجل أفواجه تأييدا لكلام فضلتك دعاء لبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فشوف يا شيخ محمود ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد نفسه فقط تأييد لتفسير فضلت الشيخ يعني اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك وطبعا صلى الله عليه وسلم يقصد المسلمين عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث في صحيح مسلم نعم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيرك يقول ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى جئت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن أي توقف يا ابن مسعود حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان نعم كنت أسأل نفسي طيب الآية ما فيش فيها نار ما فيش فيها جنة ده دي آية تدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم إيه سر بكاء النبي حب للأمة حب للأمة لأنه عارف أنه يشهد على الأمم السابقة وهذه الأمة وممكن شهدته تكون سبب هيقول هذه الأمة كذبت رسولهم فيدخلوا النهار شفت رفق النبي حب النبي للناس حب النبي للخير فربنا سبحانه وتعالى لما انقطع الوحي الشاهد لما انقطع الوحي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المشركين يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي يحزن صلى الله عليه وسلم وخد بالحرطة كنت لسه بنتكلم أن الأزى النفسي يمرد ويميت طبعا الأزى النفسي يمرد ويميت طبعا وبنقابلها كتير في حياتنا طبعا فلما النبي صلى الله عليه وسلم حزن وخلاص توقف وبدأوا بقى يتكلموا عن النبي فربنا سبحانه وتعالى جي للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا من باب التربية للنبي صلى الله عليه وسلم والتهيئة لما هو آت بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فترات الوحي ينقطع فيها توقف فيها فترة قليلة فدي تبقى من باب التهيئة التي هي كما نقول بلغتنا استراحة محارب في تكاليف جديدة عليك في تكاليف كثيرة عليك في أمر سقيل سيلقى عليك في أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في أمة تأيدي البنات صح أو لا والنبي مبعوث بشريعة تقول أن المرأة مكرمة سبك من اللي بتطلع تتفزلك على التلفزيون ويقول لك الإسلام أهان المرأة دي بتتفزلك في الفاضي يا ما تعرفش حاجة عن الإسلام الإسلام كرم المرأة أم وكرمها أخت وكرمها بنت وكرمها زوجة الإسلام جاء ليكرم المرأة لما ييجي يقول لك لا أصل التعدد لا التعدد مش أهانة للمرأة المرأة كان في الجاهلية الرجل كان تحته عدد لا نهائي من النسو ما فيش حد جاء الإسلام ليحدها إلى أربع نسوة فقط يبقى هو كرمها مش ما كرمهاش تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم تقام الحروب تقام الحروب من أجل أعز الله أسمعكم بعض الحيوانات أربعين سنة حرب من قبلتين عشان إبل وناق طيب النبي مبعوث أنه يقلب من أولوبنا وأنه يؤاخي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في قوم يشربون الخمر وهو مأمور أن الخمر حرام يحرم عليهم الخمر يحرم عليهم الخبائس طيب يبقى ده أمر عظيم جدا فكان لازم تهيئة نفسية وتهيئة إيمانية ليتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر وهذه التكاليف طيب يعني إحنا هندخل على جزء جميل جدا جدا بعد كده وهو يعني ربما يكون في صلب موضوعي اللي أنا أحب أن أتحدث فيه دائما وهو أن إحنا في عيد وأن العيد عيد التكافر ولا بد من التكافر ولا بد من التكافر يعني الفقير آن الأوان أنه هو يشبع والغني آن الأوان أنه هو يعطي لابد أن يحدث هذا التكافر هو موجود عندنا في القرآن وموجود فيه السنة لكن نسمع كده خضل الشيء بس استعنا بقى براحة عليك براحة عليك شوي أنت حضرتك يعني بتوجيد القراءة لعدد البأس به من رواد القراءة في مصر والعالم العربي والإسلامي مش كده برضو الشيخ محمود ولا إيه ما شاء الله عليك وأنا أنا سمع كتير على اليوتيوب يعني على درستك كويس يعني يعني يا ريت يا الشيخ محمود كده تختار لنا أيتين تلاتة ويكون مثلا بصوت الشيخ السيد سعيد صوت مثلا الشيخ السيد بتولي الشيخ محمد صديق المنشاوي وهكذا يعني يعني واللي أنت بقى تتفضل علينا بي فضل سمع الشيخ عم سيد سعيد أن يقرأ يعني ثلاثة آية لي كده طب فضل فضل نصر الحرجي بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَيْيصِهِ بِذَا مِنْكَا كَذِبٍ قَالَ بَنْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابَرًا جَلِيلٌ الله تعالیك الله الله تعالیك مِنْ تَمِنْ زِيَا مِنَا شَكْسَ مِتَوَلِي طَيْ طَيْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآيَتَيْنِ السلام عليكم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآيَتَيْنِ فَمَخَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ وَاجْعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُحْصِرًا الله زي ما سنسدنا الشيخ حصر آه ميش ده مرطط نعم نعم طَيْهَا 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 سيدنا مشيخ حمص لكم نشاوي او الشيخ البنة شوفي اللي انتعز شاء انتم اشد خلقا من السماء بناها الله الله ده الشيخ البنة طبعا معروف بيها اصلا هو معروف بيها نختم بالمشاوي يلا قل إني جت معت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا الله يفتح عليك انت موهوب بسم الله نرجع علي حضرتك فضل الشيخ محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى بعد كده حاجات في منتهى العظمة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلتقد فضل المقطع الثاني من السورة التربية اللي هو الأمر التربوي إيمانيا وطربويا ومجتمعيا إيمانيا خلصناها الله عز وجل نقول الحمد لله رب العالمين يعني الذي يربي عباده بنعمه فربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم النعم التي تفضل بها على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن القلب لان لما جاء أقول حضرتك يا سيد محمد انت فاكر لما حصل مشكلة كذا وخرجت منها بسلام فأنت تبدأ ايه تطمن ان ده عده واللي جاي ايه هيعدي زي ما هو يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي ألم يجدك يتيما فآوى يعني ألم تكن يا محمد يتيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وحمله في بطن أمه ماتت أمه هو ست سنوات فالله عز وجل سخر عمه ان هو يكفله ابو طالب ابو طالب ان هو يدفع عنه رغم ان هو ايه لم يسلم لم يسلم مات على غير الإسلام نعم وربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر له عمه ليدافع عنه نعم فربنا يذكره ويربيه بهذه النعم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا الضلل هنا مش معناها ان هو ضد الحق الضلل هنا بمعنى الغفلة لا يعلم لا يعلم شيء لا يعلم عن القرآن شيء لا يعلم كان يطلع غارح رأي يتعبد وخلاص فربنا يقول ووجدك ضالا فهدأ ارشدك الى الطريق واوحى اليك وجعلك نبيا نعم ووجدك ضالا فهدأ وجدك عائلا فأغنى أغنى هنا كلمة عامة وده من الجميل أول وجدك ضالا فقيرا في المد فأغنىك بالمال وجدك فقيرا في العزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم له مال وله تجارة صلى الله عليه وسلم وهكذا فهنا ده تربية الله للنبي طربويا نعم طيب اللي حرق بقى بتتكلم عنه مجتمعية مم لما ربنا يقول للنبي ألم يجدك يتيما فأغنى يقابلها ايه فأما اليتيما فلا تقر فلا تقر ده مجتمع بقى هو ده اللي احنا جايين أصلا عشان نتكلم عنه اليتيم فين في بلاد المسلمين النهاردة نعم أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يسبت أقدامهم أسأل الله أن يثبتهم أسأل الله أن ينصرهم أسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا أسأل الله أن يوحد صفهم أسأل الله أن يوحد صفهم وأن يهلك عدوهم اللهم أمين لما تشوف مناظر أهلنا في غزة وتيجي تشوف مناظر المسلمين بقى في كل بلاد المسلمين تلال يتيم فين فأما اليتيم فلا تقهر تقهر مش معناه أن أنت تنفق عليه مديا بس مديا ومعنويا أنك ما تزلش الفئير اليتيم ما تزلش لليتيم النمسة والسلام دلنا قال أنا وكافي لليتيم كهتين في الجنة وأشار بإصبعي صلى الله عليه وسلم ودلنا أن نمسح على رأس الفقير ده الكفالة المادية والكفالة المعنوية الكفالة المعنوية وطبعا ده على العموم وتخصص يعني ينفع أننا أشدد على اليتيم آه إن كان في مصلحته إن كان من باب التربية ويسألونك عن اليتيم أقول إصلاح لهم خير يبقى تصلحه دي براها إنما في العموم لا تحسن اليتيم لا تقهروا لا تزلوا طب في العيد النهاردة أنا هسأل سؤال مباشر كم واحد مننا ومن السادة الأفاضل اللي بيسمعونا فكر موجود جار مين يتيم وإن أنا أجيب لأولاده مين يتيم أجيب له ملابس العيد نعم مش قادر أجيب له ملابس العيد أروح أزوره أخذه مع أولادي وإحنا خارجين أدخله بقطعة حلوة آه هدية أطبطب عليه نعم أخليه يلعب مع أولادي مين فكر مجرد تفكير في اليتيم الذي لا أبله وإحنا النهاردة في عيد آه في عيد اليتيم دوت بيبقافل على نفسه بأوضة وينهمر بالبكاء مفيش فين الأب اللي هيخرجه فين الأب اللي هيجيب له نعم فأما اليتيم فلا تقهر فربنا هنا ذكر النبي بابداية النبي صلى الله عليه وسلم خذ بالك من اللي جاي نعم وأما السائلة فلا تنهر فلا تنهر اللي بقى هنا دي بداية النبي كان يتيم آه صلى الله عليه وانهاية النبي هيكون سؤال الناس كلهم لي نعم وأما السائلة فلا تنهر السائل هنا هل السائل على الملبس لا حتى السائل عن العلم نعم حتى السائل عن العلم أي سائل يجي لك لا تنهره اللهم أقل له هذا عموم يخصص لو واحد جاي سأل سأل استاذ محمد وسأل الشيخ فولان وسأل الشيخ فولان وجاي يسألني وانا عارف انه هو بيسأل عشان ياخد من الفتاوى اللي هو عايزه لا ممكن ان انا اصده ممكن اشدد عليه في القول وممكن اقول له لا اتق الله اقول له ما تسألش الناس واحد بيسأل مال عشان ينفقها في تجارة المخدرات او في شاب المخدرات مثلا يبقى انا لازم اصده واما السائلة فلا تنهر ايوه لما يجي لك واحد كنت وذكرت الموضوع ده محررتك قبل كده كان فيه راجل من كبار رجال الاعمال وهو شاب صغير فبقول له ايه اللي وصلك للدرجة دي حاجه فلان قال لي ما فيه السائل جالي ورده ابدا حتى لو بيجنيه حتى لو بيجنيه واما السائلة فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث التحدث بنعم الله عز وجل عليه ان انت تقول الحمد لله ربنا وفقني في كذا الحمد لله ربنا وهاب كذا ان تظهر نعمة الله عليك لانه مش من الزهد ان يبقى ربنا رزقك مال وطلع بهدمه الطعام مش زهد ولا حق لا الزهد ان تظهر نعمة الله عز وجل عليك وافضل النعم التي يجب ان تظهر نعمة الاسلام ان تقيم شعائر هذا الدين شايفها الرطق ان الوقت بين ساحب سريعا فانا بس اردت ان انا اذكر بصورة الضحى اجمالا هي المدرسة الربانية التي ربى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايمانيا وتربويا ومجتمعيا ربنا يبارك فعوم رخي شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة في عيد الفطر المبارك لا سعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم الدعاء الاسلامي فضيلة الشيخ محمد الشحات كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم ايضا فضيلة الشيخ القارئ يعني الموهوب الشيخ محمود سرحان والشكر موصول لحضراتكم كل عام وحضراتكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته